اشتركوا في القناة اللي هو الشخص الاعزب لو حد يعني مش مرتبط او مش مجوز ولا مرتبط ولا اي حاجة بنقول عليه مثال عليها تاني يعني لو انت ما عندكش شريك اللي هو شريك يبقى انت اللي هو الشخص الاعزب تاني كلمة معنا النهاردة اللي هي مارد 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 اللي هو الشخص المتجوز دو حق شخص يعني هو خلاص الجوز بنقول عليه مارد مارد مثال على كلمة مارد تاني تاني اللي هو الزوج يعني يبقى انت متجوز لو انت عندك زوج او العكس يعني زوج او زوجة يبقى انت مارد اللي هو انت متجوز تالت كلمة معنا النهاردة اللي هي ويدو 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 اللي هي لما ست مثلا جوزها يموت او يتوفع في الحالة دي بيبقى اسمها ارمالة ارمالة اللي هي ويدو يعني جوزها توفى ويدو ويدو مثال مثلا عليها يعني لو الزوج توفى في الحالة دي بتبقى انمالة او اللي هي ويدو خامس كلمة معنا النهاردة اللي هو المطلقة او متطلقين او منفصلين او كده وهنا عندنا كلمتين عندنا تاني شكرا شكرا او ديفورس تاني شكرا او يعني مطلقين او متطلق او يعني منفصلين او متطلقين او متطلق ومنفصل separated and ديفورس مثلا عليها if your marriage breaks up you are ديفورس او سيっぱريتد تاني اللي هو جوازك اللي هو يعني انتهى او سفته بعض أو كده يعني انفصلته او انفصلين او اللي هو متطلقين ده كانت حلقتنا النهاردة يا رب يكونوا استفدتوا انتظرون ان شاء الله يبقى في حلقات تانية جديدة عن مواضيع مختلفة لو مهتم انك انت تتعلم يعني لو مهتم بتعلمة انجليزية عامة ما تنساشتش تشارك في القناة علشان يومصلة كل الفيديوهات الجديدة شكرا لم твоi我 شكرا